شهد القطاع السياحي طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية حيث اعتمد اهتمام الدولة في الترويج للسياحة على إظهار حجم التنوع الذي يتميز به المقصد السياحية ويضم ذلك سياحة شاطئية وثقافية والدينية وغيرها من ألماط السياحة التي تجذب العديد من الفئات المختلفة على مستوى العالم صناعة السياحة تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي كأحد مصادر الدولة للنقد الأجنبي ولما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد جاء اهتمام الحكومة بهذا القطاع الحيوي الذي حقق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الماضية شهد القطاع السياحي طفرة غير مسبوقة على مختلف الأصعاد إذ شهد فتح العديد من الأسواق الجديدة وابتكار العديد من القطط الترويجية التي ساهمت بشكل كبير في استداف فئات متنوعة من السائحين خاصة الشباب فضلا عن تحسين جودة المنتج السياحي ليكون قادرا على المنافسة مع الأسواق السياحية الأخرى على مستوى العالم تبنت الدولة رؤية استراتيجية لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية وذلك من خلال ما تمتلكه من موارد ومقاومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة وإرث حاضري فريد حيث سخرت كل الإمكانات للاستغلال الأمثل لتلك الموارد وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة لزيادة القدرة التنافسية لمصر كما عملت الدولة على تشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشرية واستخدام أساليب تكنولوجيا الحديثة مع تطبيق أفضل السول للترويج والتنشيط السياحي محليا ودوليا لجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف الأسواق وتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعي السياحي ثمار ذلك جنته مصر إذ تقدمت ثمانية عشرة مركزا في مؤشر تنافسية السياحة والسفر وذلك في الفترة من 2015 وحتى 2019 كما نجحت السياحة في تحقيق معدل إرادات بلغ نحو 12 مليار و600 مليون دولار في عام 2018-2019 وهو الأمر الذي انعكس إيجابيا على الانطباع العالمي للسياحة النصرية التي لاقت إشهدات دولية واسعة